السلام عليكم زمان في السويد ليس زمان قوي لحد السنة اللي فاتت بالزبط كان اللي يهدي لحد التلفزيون كانوا لبسوا في الحيط ليه بقى؟ عشان خاطر الدولة كانت بتفرض ضريبة مقدارها 199 كورون شهريا للي عنده تلفزيون مقابل لخدمة التلفزيون والرديو الناس كانت بتظن خطأ ان الضريبة دي بتقصم عشان خاطر التلفزيون نوع من أنواع الرفاهية وان هم يقدروا يستغنوا عنه فعشان كده فرضوا الضريبة الضريبة دي كانت محل خلاف بين الناس وفي البرلمان وحسب الإحصائيات الرسمية فإن 9 مواطنين من كل 10 مواطنين في السويد يمتلكون تلفزيون أو شاشة استقبال واللي كان بيدفع الضريبة دي كان 3.5 مليون سويدي من أصل 7 مليون سويدي بالغ يعني كان نص اللي عندهم تلفزيون هم اللي بيدفعوا الضريبة حصلت نقاشات كتيرة طول السنة دي عن موضوع الضريبة وندفع ايه ونعمل ايه والكلام ده كله لحد ما برلمان السويدي أقر قانون جديد لضريبة التلفزيون لغاها؟ Absolutely خلل عدو تلفزيون واللي ما عنده تلفزيون هيدفع الضريبة وبقى كله سواسية ومحدش بقى حسن من حد الضريبة ديات اسمها Public Service of Yifton وهتتطبق من أول يناير 2019 وهيتم خصمها automatic من الراتب بتاعك يعني انت هتيجي تستلم الراتب وهو مخصوم منه الضريبة ديات الضريبة دي مقدرها واحد في المية من الراتب بتاعك وهيتفعها كل مواطن بالغ يعني عنده 18 سنة وعنده دخل والضريبة دي بتختلف نسبتها حسب الرواتب لو انت راتبك فوق 13600 كورونا هتدفع سنويا 1300 كورون بمعدل 110 كورون شهريا لو انت راتبك أقل من 13000 الضريبة هتقل عن واحد في المية طب لو انت أصلا ما عندكش شغل سواء على السوسيال أو على الاتابليرنج فمتدفعش ضرائب فانت مش مكلف ان انت تدفع الضريبة ديات طب لو انت طالب وبتشتغل في نفس الوقت يعني بيخشي لك راتب وفي حدود 20 ألف سنويا ففي الحالة ديت هتدفع 7 كورون سنويا فقط لو انت متقاعد وبتخشي لك معاه شهريا 10,000 كورون فهتدفع تقريبا 521 كورون سنويا وديت يعني ضريبة منخفضة تماما عن قبل كده طب أنا عايزة أفهم يعني ليه بتعنوا دا وليه يفرضوا ضريبة على التلفزيون حاجة غريبة جدا يعني مش موجودة حتى في بلدنا العربية هل هي عشان فعلا النوع ما نعرفه هي؟ لا خلص السويد يعتبر دولة ديمقراطية والهيئة التلفزيون والراجو لا يخضعوا لأي حزب سياسي ولا لأي سيطرة سياسية وبالتالي لازم تكون حيادية الضريبة دي تتاخد عشان خاطر يدفعوا منها رواتب العاملين في هيئة التلفزيون والراجو حتى تظل الهيئة حيادية تماما وبتنقل الحقيقة كما ينبغي وعشان كمان ما تتأثرش دخل القنوات دي لو زادت الإعلانات أو قلت فتفضل القنوات دي شغلة بحيادية والمرتبي والعاملين بياخدوا لاتبهم في نفس الوقت طبعا الناس أول ما سمعت بقانون الضريبة دي هتبدأوا يتزمروا وقالوا بعض النكاة وحتى بعض الناس كانت بيتقول خلاص فاضل ان هم يفرزوا ضريبة على الأكسوجين بس خلينا نبص على الجانب الإيجابي من القانون الجديد ده القانون الجديد ده ليه عيدة جانب إيجابية؟ أولها أن كل هيدفع مضطر أنه يدفع الضريبة دي فكل بقى هاي يبقى سواسية فيش حد هيتهرب من الضريبة وده طبعا بيقود بالنفع على الدولة وقد تكون في نفس الوقت طريقة يجبروا بيها المواطن إن هو يتابع الأخبار السياسية فيبقى عنده تطلع أكثر وثقافة سياسية أكثر فالانتخابات القادمة بعد كده على الشيء من النطق وده بيؤدي إلى تطور البلاد من الحاجات الإيجابية التانية برضو إن الضريبة يعتبر هتقل النسبة ما مقارنة بالضريبة القديمة لحد ديسمبر 2018 لو أنت أسرة مكونة من أب بيشتغل وأم بتشتغلش وطفلين أقل من سنة 18 فالأسرة دي كلها هتدفع 200 كرون شهريا القانون الجديد بيقولك لأ دلوقتي أنت الأب شغال فهتدفع 110 كرون شهريا أنت يا أم مش شغالة فمش هتدفعوا حاجة والأطفال أقل من 18 سنة مش هتدفعوا حاجة فبقيت أنت كأسرة بدل ما بتدفع 200 كرون بقيت هتدفع 110 كرون فقط إنما لو أنتو الاتنين شغالين الأب والأم شغالين فأنت هتدفع 110 وهي تدفع 110 وكده تبقى 220 فزادت 20 كورونا بس بس في نفس الوقت بقى كل سواسية وبقى في عدل في تطبيق القانون ده كان الجانب الإيجابي اللي أنا لقيته تعالوا نشوف الجانب السلبي والحقيقة أنا حاولت أحصر دماغي وأطلع أي سلبيات من الموضوع وبما أني واحدة يعني متفائلة دايما أنا ما معرفش أطلع سلبيات بس لقيت فعلا إن في سلبية مهمة جدا وهي إن ناس زي ما عندهمش تلفزيون هو ما بيستخدمش التلفزيون خالص ولا الراديو حتى مضطرة إن هي تدفع ضريبة خدمة هي أصلا ما بتستخدمهاش وبالتالي نقدر إن إحنا نجيب تلفزيون وإحنا ضبرنا مسترعيح حشان قطر ندفع يعني وإحنا زي يقولوا إيه بحقها أو إن إحنا نستخدمش تلفزيون وندفع ضريبة مساهمة في زيادة دموقراطية الدولة ودلوقتي كل واحد يقدر يهدي صاحبه أو قريبه أو جاره وتلفزيون وهو مطمئن البال إن هو كده كده هيدفع كنت معاكم أسماء شريف والأعد الحلقة النهاردة سالي بجد أنا تعبتها معايا شكرا لك يا سالي هتسبلكم روابط المصادر أسفل الفيديو ولو عجبكم الفيديو ما تسسوش تضوسوا لايك لا بلاش لايك بلاش لايك عشان خاطر ممكن على العدد اللايقات يدفعوني درايب فالواحد مش نقص خليكم في التعليقات أضمن وإن شاء الله ألقاكم في فيديو جديد سلام عليكم وإن هما يقدروا يستغنوا عنه فعشان كده ضربوا فريضة ضربوا فريضة فعشان كده فرضوا ضريبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة